تركيا أصبحت من أوائل الدول في استقبال السياح من جميع أنحاء العالم ذلك لأنها تتمتع بالعديد من المعالم الهامة والمميزة وبطبيعة خلابة وبمرافق سياحية رائعة فقد استطعت أن تضع بصمتها على خارطة السياحة العالمية بشكل ملحوظ حيث احتلت تركيا المرتبة السادسة عالميا في قائمة أهم الدول السياحية كما استطعت اجتذاب ملايين السياح فبناء على أرقام العام 2011 فقد اختار قرابة 32 مليون سائح أجنبية تركيا لتكون وجهتهم سياحية في ذلك العام تشتهر تركيا بمناخها الرطب المعتدل ويتميز مناخ المناطق التي تطل على البحر الأبيض المتوسط حارا وجافا في الصيف أما في الشتاء فيكون باردا ورطبا وتشتهر المناطق الساحلية بدفئها صيفا ورطبتها شتاءا كما أن تركيا تتمتع بطبيعتها الغنية بالحيوانات والنباتات المميزة في هذا الفيديو سنعرض أفضل عشر مناطق سياحية في تركيا يمكن أن تزورها عاشرا ريزا تعد ريزا أحد أجمل مدن سياحة في تركيا تقع في الشمال على بعد 75 كم من مدينة ترابزون ولها إطلالة على ساحل البحر الأسود تضم مدينة ريزا العديد من أماكن الجذب السياحية وجلها معالم طبيعية ساحرة تحتضن مدينة ريزا في تركيا الكثير من المناطق السياحية لقضاء أجمل عطلة سياحية يمكن تخيلها وهنا ننصح إخوتنا السياح العرب بزيارة هذه المدينة فهم يذهبون إلى ترابزون لقضاء عطلهم علما أن ريزا قريب جدا من مدينة ترابزون فيمكنهم إضافتها في جدول الأماكن السياحية التي يخططون لزيارتها وسيسعدون بذلك تاسعا ترابزون ترابزون مع شوقة العرف فهي الوجهة الأكثر شعبية لديهم بصفتها من أجمل مدون تركيا سياحية تطل المدينة على ساحل البحر الأسود في شمال تركيا وتبعد عن اسطنبول 1100 كم تقريبا أي ما يقارب الساعة وربع بالطائرة تتمتع ترابزون بمناخ لطيف وطبيعة ساحرة كما أنها تزغر بالعديد من المناطق السياحية في تركيا من أهمها دير سوميلة منتجع حيدر نبي مرتفعات سلطان مراد مغارة تشال وغيرها ثامنا قصر إيل ساري يعد هذا القصر كما يروي هدية السلطان سليم الثالث إلى وردته السلطانة مهريشة وقد ضم في جنباته اجتماعة السلاطين العثمانيين أيام حكم الدولة العثمانية ويسقبل الزوار كل أيام الأسبوع باستثاء يومي سبت والأخد سابعا جزر الأميرات جزر الأميرات والتي تضم ثمان جزر متصلة ببعضها وتقع في بحر مرمرة ويتم تنقل خلال هذه الجزر باستخدام القوارب واليخوت وهي إحدى الوجهات السياحية المشهورة في تركيا فيستمتع السياح بالمياه والأشجار والطبيعة سادسا أنطاليا تقع في جنوب تركيا وتطل على سواحل البحر الأبيض المتوسط تتمتع المدينة بطبيعتها الخلابة بسبب موقعها بين جبال طوروس وشواطئ البحر الأبيض المتوسط لذا فهي تجمع بين جمال الطبيعة وجمال السواحل أنطاليا تتميز هذه المدينة بطبيعتها وشلالاتها المريحة للنفس والأعصاب تضم أنطاليا العديد من الأماكن السياحية التي تستحق الزيارة من أبرزها مدينة أوليمبوس ومنطقة كامر وألانيا التي تتمتع بشواطئ تمتد لمئة كيلومتر ومنفكات التي تتمتع بنهر وبحيرة خلابة وكيكوفا ذات المياه الصافية كما يوجد في أنطاليا معالم أخرى مثل منتزه أتاتورك ومدينة الملاهي ومتحف أنطاليا والمتحف المائي خامسا سيبانغا سيبانغا مدينة رائعة تتميز بطبيعتها الساحرة تقع في إقليم مرمرة تركي وتبعد أقل من ساعتين عن مدينة إسطنبول اشتهرت المدينة ببحيرتها بحيرة سبانغا والتي تعد من أجمل بحيرة تركيا تستقطب سبانغا أعداد كبيرة من السياح كل عام ولها نصيب كبير من السياح العرب الذين يقصدون المدينة طالبين للسخاء والتمتع بالمناظر الطبيعية من أشر الأماكن السياحية في تركيا سبانغا هي بحيرة سبانغا وقرية معشوقية التي تحتوي على شلالات ومشاهد طبيعية آسرة وأيضا جبل كارتبا الذي يقصده محيب رياضة تجلج شتاء رابعا شلال سودوشان يبعد هذا الشلال بضعة كيلومترات عن القرية المدعوة بأوزينبار حيث يمتاز بجماله الطبيعي الأخاذ وبجمال طريق المهد إليه حيث تستعمل هذه طريق للمشئ والتنزه من قبل العديدين ثالثا مقاطعة تشاين نارجيك إن هذه المقاطعة واحدة من أهم المنتجعات الشعبية الواقعة في منطقة بحر مرمرة حيث تمتاز بجاذبيتها العالية وبإمكانية الوصول إليها بسهولة تامة كما وتمتاز باحتوائها على العديد من المراكز السياحية المفتوحة على مدار العام ثانيا الوا الوا التركية أو يالوفا إحدى مدن تركيا سياحية وتبعد حوالي 75 كم عن إسطنبول أي حوالي ساعة بالسيارة مرورا بجسر أورهان الغازي الذي يعد رابع أطول جسر معلق في العالم أو بوسطة العبارة البحرية من ميناء ييني كابي في إسطنبول إلى الوا اشتهرت مدينة إلوا بينابيعها الحارة العلاجية والتي تكثر في قرية تيرمال الشهيرة كما أن المدينة تزخر بالأماكن الطبيعية الساحرة ففيها المرتفعات والغابات الخضراء والشلالات كشلال سدوشان ولننسى كورنيش البحر الرائع أولا السياحة في بورسا مدينة بورسا التركية بورسا الخضراء العاصمة الأولى للدولة العثمانية هي مدينة تحمل من لقبها ما يشير إلى جمالها فقد سميت ببورسا الخضراء لكثرة حضائقها ومتزهاتها والمساحات الخضراء الوسعة فيها بورسا هي إحدى مدن تركيا السياحية حيث تمتلك مقومات عديدة تدفع بالكثير من سياحة تركيا لذهب إليها وخصوصا زوار إسطنبول فغالبا ما تكون بورسا المحطة الثانية لهم وهي تبعد عن إسطنبول 150 كم تقريبا اشتهرت بورسا بيلترفريك الذي يعتبر الأطول في العالم وكذلك بجبل أولوداغ المنتجع الثلجي الشهير والذي يقصده السياح من مختلف أنحاء العالم كما أن بورسا تشتهر بمعالم تاريخية عديدة أهمها السوق المسقوف والقرية العثمانية وغيرها ترجمة نانسي قنقر